السلام عليكم يا شباب. نكمل مع بعض الجزء بتاع اكتشفنا ان لما نجيب وير ونعدي فيه وير ده اللي جواه ده نحطه في نعمله في مجنيتك فيلد. يبقى انا هجيب مجنيتك فيلد هجيب وير همشي في بنلاقي ان السلك ده بيتحرك. بيتعمل عليه بيزهر عليه حاجة اسمها مجنيتك فورس. ده هنعرف هنعرف او وانا عرف ازاي كمان بتاع الفورس دي. فيكون برضو فيه اه يعني اه رول تانية يعني عالقة تانية غير موضوع عالقة فيه في اه في الشابتر تو. وطبعا بعد كده في السري عندك رائد برضو. يعني. اه طيب. بل الله امتنى وقت بسم الله. الـ force due to a magnetic field acting on a wire where they're carrying current. يبقى عندنا multiplic FRd wire carrying current. If we place a straight wire carrying current between the poles of a magnet. a force results which acts on the wire and is perpendicular to both the wire الو احنا عملنا يبقى احنا دلقتي يجدنا سلك اهو قدامك اللي هو نهضر ده وماشي جوه ايه وماشي جوه كهربا وحطنا في ولكن حطنا نورمل بشكل لقينا عليه قدامك اهو الواير وفيه عبارة عن ايه دي كلها عبارة عن مجنيتك فيلد يبقى الواير محطوط كده والمجنيتك فيلد داخل عليه او الواير كده اهو ده الواير بتاعي جوه كهربا والمجنيتك فيلد داخل عليه اكس من فوق كده فكده اللي اتنين مع بعض ايه عاملين انجل ايه فالاتنين كده على بعض فلازم عشان يبقى عندك مجنيتك فورس لازم الواير يبقى يبقى ده اول كونديشن عندك عشان يبقى عندك مجنيتك فورس وبينها عرفت ان انا محتاج ويكون 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 مش بارلل لازم يبقى نورمل عظيم لاحزنا بردو ان القوة اللي بتحرك السلك دي يعني كل لما طول السلك كل ما السلك يطول كل ما الفورس تزيد كل ما تستخدم سلكة اطول كل ما كان المجنيتك فورس اكتر طيب مع الكارنت لقينا ان برضو كل ما الكارنت اللي بيعدي في السلك يبقى كتير واحد امبار اتنين امبار ترتا امبار بنلاقي ان الفورس دي بتزيد اه اخر حاجة ان الاف مع المجنيتك فيلد البي الاكسترنال حنسميها الاكسترنال فيلد يعني ايه؟ يعني اللي انت حاطي كفيه الواير اوكي يبقى اوه محطوط كده وانا هجيب مجنيتك فيلد من برا يعدي عليه بشكل بير منديكلر اعمال البي الاكسترنال اللي جاي من برا اللي انا اعملها هو مسترفيوها اتنى اه مش هو الواير ده وهو كهرباء فهو بيعمل حواليه انا دلوقتي مش بتكلم عن المجمين الكفيل بتاع الوير. المجمين الكفيل اللي انا هعمله. اللي انا هجيبه من برا. يقع على على الوير. هنصيب مواعد بي اكسترنل. وبالتالي الاف مع البل كلها. طيب مع الال مع الاي دايرك مع البي يبقى الاف دايرك مع البل بي اي ال. طيب وبنشيل عاملة وبنحط وبنحسبه بين التجربة. المهم عرفنا ان الاول فعلا بتساوي كام? عرفنا ان فعلا بتساوي كام? بل بي اي ال. طيب. الكلام ده لو طب يفرد الواير بقى كان عامل يعني يفرد دلوقتي انا امتباي كده ايدي اهو ايدي اهو ايدي اهو ايدي اهو اهو ده ده البي اللي انا عاملها يعني جابها من مجنيت نورسو ساوس. تمام? يبقى انا حاطث الواير بتاعي اهو كده. في مجنيتك. همشي في طلع لفوق. كده الانجل اللي بين الواير ساعتها بنلاقي الواير ده بتحرك. بتحرك ازاي? بتحرك فين? فان اتجاه هنعرف كمان شوية. طيب. يبقى لو انا دلوقتي جيت انت خليت الواير ده ميل. خليته كده عامل انجل سيتا. معلش شغلوا الواير ده انا عايز اوقفه ازاي? عايزه اولواتي ميل كده. عايز يعادله كده? ولا عايز انايمه كده? يعني اخليه نايم مع المجنيتك فيلد? ولا خليه على الفيلد? الواير اهو. ده المجنيتك فيلد. ده المجنيتك فيلد. والواير ميل كده. اخلي الواير واقف كده? ولا خليه كده? ها? عايزينه ازاي? عايزينه كده? صح? لازم لازم يقطعه بعض. لازم يقوله انجل نايمتي. فهناخد هنا تفاكر لما قلت لك نحن لما نعوز الحاجة الحاجة الميلة بنعادلها كده. باخد ساين السيتا دي. صح? ولو عايز اقفلهم على بعض. لو عايز اقفل ده على ده كده. باخد كوزانة لابنهم. طبعا لو اخدت كوزانة السيتا دلوقتي هيبقى الواير عامل كده. هيبقى الواير كده. وهيبقى المجنيتك فيلد برضو رايح كده. فكده ما فيش اصلا فورس. ما ينفعش. لأ انا عايز يوقف ايه? عايز يوقف كده. فهياخد ساين سيتا. يبقى يبقى القانون عندي اف ايكول بل ساين سيتا. عايز ترتبهم تاني وتخليها لب. لب ساين سيتا. عادي. فيش مشكلة. بشو انت عايز تحفظها زي بل او لب. يبقى القانون بتاعنا بل ساين سيتا. طيب ده لو هو عمل ايه? لو عمل سيتا مع الفيلد. لو الواير عمل سيتا مع الفيلد. كلامنا واضح عشان ميجي نحلي كمان شوية. اونا ميجي نحلي في الواجب. هنشوف مسائل الواير هيكون مع نفسه كده. مش عامل سيتا مع الفيلد. هنشوف الواير هنشوف اشكال كده. فاللي عايز اوصره لك. انا لو شفت انجل مع الواير والفيلد اللي هو البي ساعتها بتكلم على الساين والكوزاين. ما لقيتش ان هو ميل مع حاجة مع البي خلاص مليش دعوه. طيب هنشوف. خليه في وقتها. هنا ببوريك. اه صورة تانية. الواير. وهو من فوق. انت سلكه قدامك اهو. الكهرباء مثلا فيه نزلة. فانت لما تبصله من فوق. هتشوف اكس. وبيعمل حوالي مجنيدك ايه? مجنيدك في الواير. ده اللي احنا عارفينه من امبير واللي اتناقشنا فيه في الحصار اللي فاتته اللي قبلها. طيب. وجمال ده ايه? ده يا سيدي معلش كده ثاني. اللي ازرق ده بتاع الواير. السلك نفسه. مجوار الكهرباء بتعمل حواليها مجنيدك فيلد. سوري. بتلف اه كلوك. ده اللي احنا درسناها في اول حص. طب امال ده ايه? ده يا سيدي يعني المجنيد اللي انا جايبه من برة. هو حوقف بتاعين بينهم. فعندي نورس وساوس ودايمن دايمن دايمن المجنيدك فيلد من النورس اللي دي. ده ساوس. فهعمل مكس بين الصورتين دلوقتي. هحط الكويل ده هحط اسف الواير ده. اللي بيعمل حوالي مجنيدك فيلد ازرق. في اللي هو المجنيدك فيلد الاسود اللي انت شايفه ده. سباكت منك من حاجة بس ان المجنيدك فيلد الازرق احنا قولنا الكهربائين بيليف ازاي? فهو ماشي كده زي ما انت شايف في الرسمة. والدوائر هترجعك داني كده. صح? يعني الجزء ده باصس في الناحية دي. والجزء ده باصس كده. تمام? كلام بسيط خالص. طيب يلا تعال بقى نحط الاتنين على بعض. اهو. هلالا هحملها الاول. هجيب دايرة كده. خلي لونها زرق برضو. اهي. حطاها هنا. ايه كده? عظيم. وعندي الايه? المجنيدك فيلد بيبص ازاي زي ما اتفقنا? ها? كده. وكده. صح ولا ايه? ولا ان الكهرباء فين? ها? الكهرباء هنا. اكس جوه الورقة. طبعا نعملها بلون مختلف عشان تبان. ايه? ده كده مين? ده كده الاي. عمر اللي ازرق ده مين? ده البي. البي واير. والليسود ده ايه? البي اكسترنل. كلام حتى الان يعني بسيط خالص. يبقى ده كده البي اكسترنل. وده كده البي واير. طيب. عظيم جد. واخد بالك من حاجة مهمة اوي. ان عندي ناحية. نكتب بس بي واير. ان عندي ناحية ناحية اللي فوق. اللي هي الناحية دي. المنطقة دي. الريجن دي. الريجن اللي فوق الواير. وهادلوقتي الواير واقف فين? اللحمر الواقف ده. فهو واقف كده. النقطة للمنطقة اللي فوقيه. فيه كان مجنيتك فيلد. فيه اتنين. المجنيتك فيلد اللي هو عامله والمجنيتك فيلد الاكسترنل. يبقى فيه اتنين. طيب والمنطقة اللي تحتيه. نعملها بلون مختلف بقى دي عشان ايه؟ تبقى باب feedingة برضو. ليها اصفر مسلا. الدين دية دي وانا عندي عندي اللون هاحمر والريجن اللوني اسفر. الريجن اللونهاخمر فيها كمفيلد فيها اثنين. والريجن اللونهاصفر فيها كمفيلد فيها اثنين. مين هما الاثنين? الاكسترين والماجدينتك فيلد اللي جاي من الواير. طبع عزيم. بصي لي كد ه عليه السفر دي واخت بالك ان الاثنين blandك بصين مع بعض. بصين في الاتجاه ده. بصين ناحية اليمين. صح? بصين كده. ده ناحية اليمين. واخد بالك ان في المنطقة الريجن اللي تحت الواير. اللي هي الونها صفر. والله هي البصص كده. بس بتاع الواير بصص كده. اهو. عكس بعض. ساهم رايح وساهم راجعة. ايو انا عايز توصل لي يا مستر. عايز اوصلك. ان في المنطقة اللي فوق الواير. عندي هاي مجنيتك فيلد. هاي فيلد. عاني عندي سترونج مجنيتك فيلد. لان هما اللي كنين في الان. وعندي في المنطقة اللي تحت عندي هعمل لهم لان عندي قلنا لو فيلد. لو ما جنيتك فيلد. لو طب لو ليه? عشان حبا رايحين محبة راجعين. يبقى في النهاية بقى عندك سلك. ماشي جواه كهرباء فبيعمل حوالي مجنيدك فيلد. قمت انا هواخده كده على بعضه. قمت حطه في مجنيدك فيلد. فبقى الوير فوقيه فيه مجنيدك فيلد عالي. ومتحته مجنيدك فيلد قليل. فيبدأ يتحرك من المجنيدك فيلد العالي للمجنيدك فيلد القليل. من اللو دانستي. تعالوا نشوف الرسمة على بعضها بقى. اهي. بص كده. كده انا حطيت الوير فين? جوه المجنيدك فيلد. فحتلاقي منطقة كراودد. انتقى زحمة. فيها فلكس كتير. فيها خطوط كتير. طب هي اللي بقت كتير عشان هما بقوا في السين بايركشن. الوير بيعمل مجنيدك فيلد له نزرق. ناحية اليمين. والاكسترنال مجنيدك فيلد ناحية اليمين. اسهم كلها ناحية اليمين. فكلهم في السين دايركشن. فعندنا هاي دانستي. تقبوا تحت الوير والله يا حب رايحين وحب راجعين. فهم عكس بعض. فعندنا لو لو دانستي. اوكي? سيبك من حتة اني في نيوترل بوينت هانا الوقتي. سيبك منها. خلاص يبنا عندي منطقة ايه? منطقة هاي ومنطقة لو. فيبدأ الوير يتحرك من الالو. بيفكرك الكلام ده بحاجة? فاكر في بداية شابتر ون لما قد ان الكهرباء بتتحرك من الالو طرح. الفاكر. مش كده? مش كده ايه بيتحرك من الالو. ام. في نفس الكلام. العالي. والمجنيد الكفيد القليل يتوجد ما بينهم ده يتحرك. يبقى عندي هنا اتجاهها هيكون دايما من الهاي بس كده كده هنتعلم تخلينا نطبقها على طول ونعرف اتجاه الايه اتجاه الفورس طيب افكرك تاني بالماكس مام والمينيمم المينيمم هنا اصدي زيرو خدمالك اصدي زيرو المينيمم دايما في الفيزيكس هنا اصدي الزيرو فاليو يعني زيرو امتى الفلكس ااسف امتى الفورس تبقى ماكس مام اعلى ما يمكن يعني الواير ده هيتحرج باقوى قوة ممكنة باقوى فورس ممكنة لما الواير ده يبقى لما الواير يبقى طيب لازم نكون كن لازم نكون كهربا يعني طيب امتى تكون بزيرو لو الواير ايه بالمنظر ده اذا كلام مهم قوي لازم تبقى عارفه. طبعا لو انت يعني حابب يعني تصدع نفسك وتربط الدنيا ببعض شوية اول باول كده فلو انت فاكر زي لو انت فاكر اللي كلامة فيها كان برضو لازم كان لازم كان لازم برضو يبقى نورمل ولو تبقى هارجع لها بسرعة فاكرك بيها هوريك بس شكلها يمكن تفتكرها انا عارف ان احنا مش هنحتاجها في شابتر تو هنحتاجها في سري بس انا برضو اقولت افكرك بيه. ايه هي دي? فاكر? كان لازم الكويل بقى ايه? عشان تبقى لازم يعني الوضع ده. وعشان تبقى اللي هي مينة واهم يعني لازم كان يبقى اللي هو الوضع ده. بس مش مشكلة كده كده هنفضل نعيد ونزيد في النقطة دي كتير اه عشان هنحتاجها قوي في شابتر سري بس انا قلت ربط لك الدنيا ببعض. اللي هي جوز ايه الفورس. طب وبالتالي اه نكمل كلامنا. اه الفورس دي بتاعها بيعتمد على ايه? والله القانون عندي الف ايكول بل. ايه الحاجة اللي هنا لها فورس ايه دايريكشن اسف? والله المجنين دي فيه دي دايريكشن والكارنط ليه دايريكشن اللينس ملوش دايريكشن يعني لينس طول سلك ملوش اتجاه معي. انما الاي لأ دي يمين شمال فوق تحت اين اوت البي يمين شمال فوق تحت اين اوت اي حاجة من الستة دايريكشن احنا اه فورورد باكورد او يعني قدام وره يمين شمال فوق وتحت. فبالتالي الفورس بتعتمد بتاعها. بتاعها بيعتمد على البي او دايريكشن الاي الكارنط. انهي بي البي الاكسترنال. البي اللي انت حاطت الواير فيها. المجنيد الكفيلد الخارجي اللي جاي من برا. مش المجنيد الكفيلد اللي جاي من برا. لو ده. تمام? طيب. يبقى بتاع الكارنط. امال هي نفسها بقى الفورس بتعتمد على ايه? خلاص بقى اكتب القانون. فطبع ما تعتمد على البي الكارنط اللي معدي في الواير اللينس بتاع الواير هي الانجل بتوين الواير والمجنيد الكفيلد. نيجي بقى الاعاقة. نيجي الاعاقة. بص از ايدي. عايزين نحرك. عايزين نعرف اتجاه الحركة بتاعت الواير. فهنطبق رول لطيفة خالص. هتبعبنا مع بعض اسمها فيلمينج ليفت هند رول. بايه داك الشمال. ماشي? ايه داك الشمال. مش اليمين. اليمين ما تستعجلش عليها جاي في شابتر تستعجلش عليها. يا رب اعرف اشرحها لك من خلال الفيديو كده وانت شايفت. هحاول برضو بقدر الامكان انه اوصلها لك. بص از ايدي. هتمسي كده كالشمال. وتعمل كده. مسدس. فكر يعني كده اخوك الصغير بلعب. مسدس كده. اوكي? بتعمل كده. مسدس. وبعد كده افريبليس وهابعك اللي في النص. او صبعك اللي في النص بس مش فرقة. بس انا بحب افريد. لات صبع التانيين. فانت بتعمل كده. مسدس. تفريد صعبعك. متفقين? متفقين. طيب. خلينا عارفين ان انت هتفد التالتة كده. ويتمصمروا بقى كده في مكانهم. يعني خلاص بقى مش هنحرك واحد يعني فهم? مفيش هنلف ومش هقوة كده. سبت على كده. بتخد الشكل ده. بس. تمام? تمام. طبعه بعد ايه? بص يا سيدي. اف اف بي اي. اف بي اي. ده اتجاه الاف. الموشن. الماجنيتك فورس. اتجاه الحركة بتاعت السلك. ده اتجاه البي. الماجنيتك فيلد. الاكسترنال طبعا اللي هنحن اتجاه الاي. اوكي? او صباكل في النص او صباكل في النص او حيمثله بالنسبة لنا. يبقى اول حاجة. بالشكل ده مودين على بعض. وبعدين. يبقى او زي ما واضح قدامك في الرسمة. اف بي اي اي. اف بي اي. طيب. اه بنستخدمها في ايه طبعا? بنستخدمها عشان نجيب. لازم التقم ده على بعضه. لازم تبقى عارف التقم ده كله كامل كده. بالفليمينجليفت هاندرول بتستخدم في ايه? دي ريكشن الماجنيتك. ماجنيتك فورس. عشان كمان مش هتكون فورس ماجنيتك. يعني هنبقى فورس احنا اللي بنعملها. لأ. فورس ماجنيتك يعني هي لوحدها بتحصل كده. الماجنيتك فورس. اكتنج على واير. اي واير كده? لا الواير ده لازم يكون. ده نمبر ون. والواير ده كاري كارينت واحطوط نورمل في ماجنيتك فيدي عندي شرطين. تعال نشوف هنطبق ازاي? هيكون مسلا عندي هنا ماجنيت. اهو خطوط الماجنيتك فيل دي من غير ما يقول لك ومن غير ما يرسم لك. هي من النورس للساوس. اني فيها اسألة مش هيرسمها لك. هي من النورس للساوس. ده كلام بديهي. هي اسيات. دايما من النورس للساوس. ما تقولش مستغفيني. الخطوط من النورس للساوس ده ثابت. طيب. وادي الواير. اهو. طالع اهو. هركز بقى في الحامل. حاجة بيدي الشمال. اول حاجة هعملها. هشاور بالبوينتر اللي هو ده. هشاور على البي. اول خطوة عاملها هشاور على البي. هشاور معايا كده. انت طبعا شايفها ازاي? اهو كده. انا كده مشاور على البي قدامك. صح ولا ايه? مش كده? هنا والساوس هنا. الساوس هناك اهو. انا مشاور على الساوس. اوكي? انا مشاور على الساوس. طيب. شاورت على شاورت البوينتر على الاتجاه المجديني كفيلد ده يفضل مكانه بقى. متواتحركش مكانه تاني. خلاص. يتمصمر في مكانه كده. يثبت على كده. خلاص. اه هنكمل كده. خلاص? طيب بعدين اهه. صحابة اللي في النص. صحابة اللي في النص هي مين? الاي. فكر اف بي اي. صحابة اللي في النص هي الاي. فاعملي الاي والله السلك والاحمر قدامك اهو. السلك بصت لفوق. مش كده? الاي بصة لفوق. فانا عايز صحابة اللي في النص تشاور فين? لفوق. من غير. من البوينتر تحرك من مكانه. فهتعمل ايه? كده. فبقى البي بيشاور فين? اهو ده ما تحركش المكان? بيشاور هناك. صحابة اللي في النص بتشاور فين? بتشاور لفوق. فين نص بقية التالت? بيشاور كده. لجوه. لجوه. شايفو? ناك اهو? بيشاور فين? لجوه. يبقى ده انا هعملها الورقة بقى كده. عادل بي. عادل اي. يبقى ال اف. جوه الورقة. يبقى ال اف. جوه الورقة. هعملها قدامك هنا. اهو. فين او فين ايه? الاي اللي فوق. يبقى ال فين? جوه الورقة. تطبق بايدك عشان تقدر ان انت تستعبها كويس. طيب تاني. طيب هنجرب تاني. يلا هننرعب بقى شوية. ادي ال بي. و ادي الاي. ها. ال بي جوه الورقة. وال اي ناحية اليمين. فين ال بي? اهو ده. اشاور اول حاجة عليه. جوه الورقة. جوه الصبورة. جوه الشاشة دلوقتي صح? فانا هشاور عليه اهو. كده. هشاور كده اهي. ده هناك اهي. هشاور كده. اهي? هشاور جوه الورقة. طب فين الكهرباء? ايمين رايحة كده. فشاور اهي. كده. بي دور الحاجة شاور ال بي جوه. الشاشة. والاي فين? ايمين. فشاور افرد صابي من ناحية اليمين. وبافرد الثم لفوق. اهو. بيشاور لفوق. انا شاورت على البي. ثم الاي ثم الاف. يبقى الاف الفوق. تعال ناخد غيرها. يلا. تخلي البي. خرجة من الشاشة. جاي عليك. ومسلا خلد الاي. يلا بي انت. طبعا انت شايفها ازاي بقى دلوقتي? هم? شايفها ازاي? البي خرجة من الشاشة. بتشاور عليك انت. بتشاور. لك انت. هم? والاي فين? والاي? يمين. هناك كده. فصابعك اللي في النص دي تشاور هناك. يبقى عمل ايه? كده. يبقى لتحت. يبقى لفل تحت. اوكي? فافتكر الكلمة دي. بشاور على الاول بس. عشان في اعاقة بتحصل. وبرده يعني مش هيكون ده كافي. هحول معك تاني. يمكن اه في فيديو خاص لها. حاول اعمل ده. هنزللوك على اليوتيوب او حاجة. وبعد هولجو. اه او هيبقى لمنصة برضو. هحاول بقى مكسف اكتر على الحتة دي. عشان نعرف اه منتخلق انت انا هنقل لك ازاي فعلا تطبق ايدك الشمال. بس يعني لو رجعت اللي انا قلت تاني وطبقت ورايا هتوصل ان شاء الله لالتطبق صحيح. طيب نرجع تاني للشرائح بتاعنا بيقولي اه هو ليه السلك بيتحرك لما حتضرف مجموديك فاكر لما انا قلت لك ان بيكون في ناحية فيها وفي ناحية فيها لو دانستي فلما اتحرك من هاي للو. فلما رجع كده اقرأ يعني ايه? تعال كده نمسح الكلام ده. حاول ده اشح حالك تاني. دلوقتي انا هيبعندي مجمودي اكسات اهي. اكسات اهي. ومن الحجاب الوار كده وخلي الكاربه ايه? طلعه. فلالكاربه لو طلعه يبقى يمينه ايه? يمينه اكسات. اكسات زرق اهي. وشماله? دوتس. ففين المنطقة اللي فيها هاي فيلد? في المنطقة اللي فيها حاجات ما هم دول يا مستر اكسات مع بعض. يبقى هتعمل هنا بلس. طب والناحية التانية اكس ودوت عكس بعض يبقى هتعمل ماينس. يعني احنا مش هنحسب حاجة بس المسائل ده عشان فعندي ناحية فيها هاي فيلد وناحية فيها لو فيلد يبقى الوار ده من غير ما طبق هيتحرك ناحية الشمال. لو طبقت الروول ها ادل بي ادل او اي ادل اف يبقى فعلا شمال. بالنسب لك انت وانت شايفها ادل بي جوه الورقة ودى الكاربه الفوق يبقى ايه? هيتحرك فعلا ناحية الشمال. يبقى الاختلاف ما بين الاكسترنال فيلد والفيلد اللي جاي من الواير and that produced it from the wire. فين? on both sides of the wire. علي مين واش ماله? وبالتالي بتحرك من الوايل اللو زي ما اتفقنا. عندك تعريف للتسلا اه بنعرف التسلا ازاي من هنا بص كده. او بعرف المجنيتك فيلد ازاي يخد بالك اللي هي البي. ما هو البي مي اكوال كام? مش انت عندك الاف اكوال. يبقى البي اكوال اف على اي ال. فممكن اقول لك ان البي يتيز زا ماجنيتك فورس. البي هي عبارة عن الماجنيتك فورس. اكتنج على وير. وعنده لنس وان ميتر. وطبع محطوط نورمال. زي لما كان ممكن نعرفها من الفوايا على الاريا. فاكر كنت تقول لك ايه? اجتيز زا ماجنيتك فلاكس لينز. باصيز نورمال اونيونت اريا. فممكن برضو نعرفها من هنا. برضو انت هتقرأ دول كنظري. طبعا الجرافات سهلة جدا. الاف مع الاي دايريكت. الاف مع البي دايريكت. الاف مع الاي دايريكت. الاف مع الاي دايريكت. الاف و سين سيتا برضو. دايريكت. والسلوب نعرف نجيبه. واي على اكس تتكلمنا في كتير. فلما هكتب لك مثلا الاف ايكوال. بل مثلا ان الواير نورمل. الواير نورمل. فمش هكتب سين سيتا. وعايز الاف على الاي. خلاص الاف على الاي حضرتك يتبقى لك البي اي. البي ال ال اسف. خلاص. طب لو هرسم الاف وي على اف على البي. ها. اف على البي. يتبقى لي ايه? اي ال. وهكذا. فالجزل زهل. دا بقى الجزل اللي هميني. افرد دلوقتي ان انا حطيت واير في بالمنظر دا. شكل نورمل دا المجنيتك فيلد اهو. رايح كده. وده بتاعي. حطيته كده. وانا عملت عملت كده. فحشتغل بالسانة والكوزين. وانا لو بدأت من البرل ولفيت برضو هشتغل سانة والكوزين. بص فيدي. لو انت بتديك من البرلل بوزيشن. لو انت بتديك من البرلل بوزيشن. ااااااااااااا لو انا ابتديت روتيتينك من البرلل بوزيشن ولفيت ناين تي دجري. هنا عندنا معلش غلطة مطبعية. اااااااااا السهم العكس. يعني ده طالع يا شباب ده سهم الفوق يعني دي معلش رسمة رقم واحد ودي رسمة رقم اتنين. نفس الكلام. دي رسمة رقم واحد ودي رسمها رقم اتنين. تمام? فانا هبدأ من اين? انا هبدأ من البرلل بوزرش انا هبدأ من هنا. انا هبدأ بارلل عامل كده. فالفورس بكام الفورس بزيرو فالجريف يبدأ من الزيرو. هبدأ الف كده. رايح للنورمال يبقى ده المجمدك فيه دهو. وانا بدأت من هنا. وابتدأت اللف. لغاية ما بقيت ايه? نورمل فالفورس هنا بكان. بزيرو. هبتدأ لفها 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 لغاية ما بيت ايه? نورمل فالفورس بقيت ماكسيمام. فلقى الكيروفي بيبدأ يزيد 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 لغاية ما يوصل لا اعلى نقط عندي. وهي طبعا عند انجل كام? انجل تسعين اكتبها عندك. يبقى انجل زيرو. يعاني ظيرو. طيب ولما بقيت جنانجل يبقى بص هنا كده. اكتب لي عندك كده. اكتب لي عندك. هنا في رقم واحد. طب عوض لي عن الزاوية ما بين الوير والفيلد كام يا مسترد والبرلل مع بعض ما فيش بينهم زاوية. يعني زيرو. وصين زيرو بكام? بزيرو. طب زيرو في اي حاجة? بزيرو. يبقى الفورس بزيرو. فالجراف يبدأ من الزيرو. اهو. اهو. بدأ من الزيرو يا لأ. بدأ من الزيرو. طيب. لما يعمل ها يبقى بل يعني بل يعني اعلى قيمة ممكنة. فالجراف يبقى ايه? اعلى قيمة ممكنة. خلاص? طيب. عظيم. لو انا بدأت الناحية التانية العكس بقى انا هبدأ من النورمل اهو انا هبدأ كده. ده المجنيدك فيلد. رايح كده. وده او خليها كده. ده المجنيدك فيلد. وده الايه? وده الوير بتاعي اهو. واقف ازاي? نورمل. يبقى انا كده عندي فورس ماكسيمم. وهبدأ الف. لغاية ماوصل للبارل يعني لغاية ماوصلت للزيرو. فانا هنا بل ماكسيمم فورس وكده زيرو نيوتن او زيرو فورس. يبقى لما بدأ من شكل رقم واحد اكتب عندك هنا نور ون ان هنا الف ايكول. خلاص بقى نفس الكلام. والسيدة هنا بكام? بناينتي انا بدأ اهو عامل انجل كام? ناينتي. بكام بون يعني الف ايكول بل يعني اعلى ما يمكن. اعلى ما يمكن يبقى الجرف يبدأ من فوق. الجرف يبدأ من فوق. وتلف اه ناينتي ديجري توصل تعمل زيرو. خلاص? عزيم. تعال نشوف امثلة على الكلام ده. هنا مديني اه شكل كده سلك او قدامك. مكون من سيجمنت. نين سيجمنت. تلاثة سيجمنت. اربعة سيجمنت. يعني اكبر او سلك مكون من اربع اجزاء. الكارنت اللي معدي فيه بخمسة امبير ده كده اي محطوط في مجنيتك فيل او بوينت سيفتين تسلا. وطالب منك اه فورس على كل وير منهم. اه اكتب برضو عندك مع انها مش فرق قوي يعني ان انت عندك المسافة دي بعشرة سنتي والمسافة دي برضو بعشرة سنتي بس كده كده بينهم انك مش فرقة هتعرف ليه حالة. عايز على كل منطقة. والله احمر ده اتجاه المجنيتك فيلد. طب بزمتك. بزمتك. الواير اللي اسمه اي بي. الواير اللي اسمه اي بي. اللي هو الواير ده. اعلقته بالمجنيتك فيلد. تعني لو انه بالده اصف بالده ازرق عشان يبقى اهو. الواير ده. عامل انجل كام مع الخطوط الحمره اللي هي المجنيتك فيلد. بارلل ديه. عليه فورس? معلوه ش فورس. زيرو. طب مين شبهه? الدي اي اللي هو ده. ماله. بارلل يكمل بيها. يكملها لي كده. تخيلها انت يعني. او بالروسوس كده رسمها او. يكملها كده اهي. اهي. يبقى ايه علقتها بالسلوك اللي تحت دي? بارلل. العاملة انجل صفرة معها. اوكي? فايزا الواير اي بي. والواير دي اي. الاتنين دول الفورس عليهم بزيرو. عشان هما بارلل للمجنيتك فيلد. امسكلي بقى البي سي. الواير بي سي. الواير بي سي. والله الواير بي سي. اهو لو كملنا مع الفيلد اهو. بالمنظر ده. هتلاقي ان هو عامل انجل كان تسعين. دي بقى ده عليه مجنيتك? فورس. الفورس ايكوال لب او بل سعين سيتا. والسيتا هنا ب ناينتي. ايهي سيتا? الانجل من الواير والفيلد. ناينتي? خلاص يبقى سعين ناينتي بوان مش هكتبه. اللي انسي معاك طول السلك كله كام? ستاشر سنتي هو اللي مدها لك. والكار انت بخمسة واللي بي معاك يبقى او بوينت تولف نيوتن. انا احضر السؤال ده لي عشان الواير سي دي. الواير سي دي. الواير سي دي. الواير سي دي. الاف على سي دي. ايكوال. بل ساين سيتا. والله نستر البيب او بوينت ففتين. والاي بخمسة. وطول السلك قدامك اهو اتنين وتلاتين سنتي. اكتب سيرتي تو. طيب تن باور نيكتلس تو. لسه في ساين سيتا. مم. في ناس بقى بتاخد ساين ستين. يلا اهو اي انجل قدام اخدها وخلاص. لأ. كلامنا كان الانجل ما بين الواير. الواير ده. عامل الانجل ستين مع الواير اخوه اللي جنبيه. انا مالي. انا عايز الانجل اللي معها المجنيتك فيلد. الانجل اللي مع المجنيتك فيلد. طبعا هعملها ازاي دي. عايزي بقى شوية شوية تخيل كده. فاكر لما وقتلك كمل الاسهم. اه. كمل الاسهم كده. اتنى مساحة بس الانجل اللي كانت بداية هنا. يلا. كمل الاسهم كده. خليك واحد كفاية. اللي فوق كفاية. مش واضح كده ان الحت دي كلها كده تسعين. ها. مش كده ولا ايه? تسعين. طب ازا كانت دي ستين. هم. بقى دي كان. تلاتين. ما تقوليش الانستر دي اكبر من دي. يا حقيقي الرسمة معلش. عشان دي اكبر فلا اكيد مش تلاتين. لا هي تلاتين. هي كلها تسعين. فهي بس من الرسمة عادي. رسمها لكن دي ستين خلاص يبقى هي تلاتين. مع ان دي اكبر من دي انا عارف. بس يعني رسمة معلش عديه. خلاص يبقى هي كم? يبقى الانجل اللي بين الماجنيتك فيلد والواير بتاعك تلاتين. خلاص يبقى هاخد ساين تلاتين. في طريقة تانية. والله في طريقة تانية. فاكرة لما كنت بقول لك لما حب بقفل حاجتنا على بعض. باخد كوزاين. هو انا لو روحت قمت كاتب هنا كوزاين. بيل. كوزاين ستين. مش اتبقى صحة برضو اتبقى صحة. ليه? لان ما اخد كوزاين ستين. الواير الماي اللي هو السيرتي دو ده هيقفل على اخوه. اللي هو البي سي. فيبقى كنه هو كمان واقف كده. فيكنه كمان هيتقادل كده. فين? هيبقى ده كده. ميل ويتقادل كده. يبقى يوقف كده. هيتقادل كده. لما بتاخد كوزاين سكستي بس دي يعني آآ زياد لو انت عايز تعرفها. يبقى دايما بتكلم الانجل بين الواير والماجنيتك فيلد. طه لما كمل اسهم الماجنيتك فيلد. يبقى كده دي عندي بتسعين كلها. طيب الهوز كان دي بستين. يبقى دي كلها بكام? بتلاتين. اللي بعده. يلا شاور على البيق من اهو. انا عبقى منها معك اهو. النورس هناك كده. ازور يا اسف هناك. والساوس هناك. يبقى شاور فين كده. الكهرباء الفوق كده. يبقى الصندفين جوه الورقة. طيب هنحتاج جزئية من تانية سنوي. سواء نونة خالص او كون ستة بسيط خالص كده. نفتكروا مع بعض. وتكلمنا فيها قبل كده في شابتر وان ان انت عندك الرو بتساوي. لهاي يعني بتساوي مسعى الايه? مسعى الفوليوم. والفوليوم بيساوي اريا في ايه? اريا في الا وتكلمنا فيها قبل كده في شابتر وان. كان عندي كمان حاجة اسمها الويت. الوزن. الويت. الويت يا شباب دايما الماس في الجرافتي. ام جي. ام جي. طب ما من هنا كده الماس بي كام? رو في في اهو. طب والفوليوم بي كام? اريا في ال. اوكي? رو اي ال. فخليك فاكر ده. طيب. يبقى الف دايما وزن الحاجة ام في جي. الوزن اللي هو الويت. بيتقسم النيوتن. لانه هو قوة. ويت. انت انا وانا انا ايه على الكورسي هو كده. انا بعمل فورس على الكورسي بتساوي الماس في الجرافتي. ام. طيب. دلوقتي عشان يبقى عندنا حاجة اسمها ساسبندد او ساسبنشن. ساسبندي وير. او ساسبندد وير. عشان يبقى الوير ساسبندد لازم الوير او تعالى نتكلم على بوكس كده اهو. البوكس ده وزنه خمسة كيلو جرام. البوكس ده كده كده بيتشدل تحت بفعل الجاذبية. ويت ايكوال ام في جي. ايكوال خمسة في عشر. الجيب ناين بوينت ايت ناين تبتان زي ما يدقى لك. ابروكسيمتلي قول تان يبقى ففتي نيوتن. بيتشدل تحت. لو حضرتك جاي كده. وعايز تيجي تشيل السندوق ده. ترفعه من على الارض كده. لازم هتعمل قوة بعضلاتك بدرعاتك بت ايكوال الكلام ده. لازم تعمل قوة. ايكوال الكلام ده عشان تقدر انك ترفع البوكس ده من على الارض. طب افرد مالاش انت. افرد ان انا عايز اجيب سلسلة او حبل. بحيث ان الحبل ده اعلقه هنا. بقى كده اعلقه في الحيطة. والحبل ده يقدر يعلق البوكس ده في الهواء. لازم الحبل يبقى قوي متين تخين يعمل فورس بتساوي خمسين نيوتن. واتجاهها الفين? لفوق. لان الجاذبية بتشد الفين? لتحت. فالي اتنين يتساوي في المقدار واكسة بعض في الاتجاه. فيبدأ البوكس يتعلق في الهواء. اوكي? نروح بايد ليه? لو انت بصيت في القوضة اللي انت قاعد فيها هتلاقي ما روحها في السقف. هتلاقي نجفة. فالنجفة دي متعلقة في السقف. متعلقة زي? وهي ليها وزن بيشدها لتحت. وزنها خمسة كيلو بيتشد لتحت. يعني خمسين نيوتن بيقى لتحت. هتلاقي الكهربائي وهو بيصنعها وهو بيركبها. رابطها في سلسلة متعلقة في السقف. السلسلة تي بتشدها بخمسين نيوتن لفوق. والجرافيت بتشدها بخمسين نيوتن لتحت. فالفورس اللي على الجهة النجفة او على مروحها صفر. نفيش. فمتظل متعلقة في الهواء. خلاص? لان لو في فورسة اقوى بالتانية هي اللي هتغلق بتتشد لها. يعني لو جاذبية اقوى من من الشد السلسلة هتلاقي مروحها وعيدة تطلبها لله. آآ وهكذا متفقين يبقى ايزا اللي عايز اطلع منه من القصة اللطيفة الزريفة دي حاجة اسمها suspension condition او ان انت تعمل suspending ايه هو condition بتاعك? ايه هو condition بتاعي اني تبقى الفورس equal force. عايز قوتين equal magnitude opposite direction عشان يبقى وايض ده. طب احنا نفس الزرسين دلوقتي حاجة اسمها يبقى انا بتكلم على او الويت او الاف جي طب اف لوب بكم? ناس في الجرافتي. الوزن بكم? ناس في الجرافتي طب والااااا والقوى من هم تصير اه دي كم? بل طب هو انا مرضو مش ممكن تجيي لي مسألة احتاج افك الماس يبقى رو طب هو انا مش ممكن احتاج افك الفوليوم يبقى طب ما ال ال ممكن يروح مع ال مش عايزينه يبقى انا اقول لك ان ان انت بتحفظ الكلام ده يعني انت بتعرف ايه تستنتجه برضو من الدماغك لموضوع بسيط الامي جي الاف اكوال الاف الامي جي اكوال البل الماس روف الفوليوم والفوليوم اريا اف ال اكتر من ايه? على حسب بقى المسألة ممكن المسألة تكتافي لحد هنا. ممكن مسألة تانية تكتافي لحد هنا. ممكن مسألة تانية لحد هنا. اكتب كده اللي عندك في ورقة او خد دي وكتبها بعدين. انا مش كتبها عندك لان هي مسألة ولا اتنين ومحتاجينها من تانية سنوي بتعرف. فهرجع هنا بيصير بيقول لي السلك اللي قدمك ده. عنده اريا كزا ده تخنه. تخن السلك. عظيم. عايزينه يتير كده افضل متعلق من غير ما ايه. من غير اي حاجة. من غير اي سبورت سلسلة او من غير احنا نشيله او ايان كانت سبورت اللي حندهوله. ومديك النرو لها ومديك الجرافتي بتاعة الماتيريلي. استنى تعالى نشيل الانسر كده وانا انا اسوا انا وانت في الاجابة. طبعا احنا متفقين. ان كده كده او ما تقوليش ممكن تشعرف لازم تبقني مانات عامة يعني. فلازم تبقى انت عارفها. ان دايما الجرافتي بتقصل لتحت. بتشدك لتحت. فوانا مضمت كده اكيد انا عندي قوة الجرافتي بتشدني لتحت. يبقى السلك ده بيتشدل تحت. بقوة اسمها في الجرافتي. طب انا يا مستر عايز اعملو عايز اعلقو في الهواء يا بنت انا محتاج فرس الفوق. اف ماجنتيك. اف ماجنتيك لفوق. والفرس الجرافتي لتحت. ونبدأ نشتغل يلا. يبقى البي اي ال. ايكوال ماس في الجرافتي. طب البل زي ما هي. ها عايشا معاك الرو. معاك الرو ارو في الفوليوم. في الجرافتي. معايش ميبقى ما اكتب اريا في ال. طب ما هيش ال ال. حطير ال ال. خلاص. ايه اللي انا عايزها? ها. معاك اهيه بعشرة امبير. الروم اديها لك الف ان سمعمية. الاريام اديها لك. فوق عندك هنا اهي. يعني او. وفاضل ايه? فاضل الجرافيتي بعشرة. وشكرا لها كده تعرف تحسب ال بي. ده كلام فاضي اللي هو ادنك ازاي تحسب ال بي. طيب انا مع المشكلة في ال بتاع. خد بالك بقى. خد بالك. ال اف مجنيتك. ال اف ويت اسف. كده كده لتحت. ده مع موضوع يعني خلاص. حاجة اكيدة. بدماغك بقى. طب ما انت عايزه يبقى لازم ال اف مجنيتك تبقى الفوق. وانت عايز السلك ده يتعلق في الهواء. العايز ده يتعلق في الهواء. طب هو ده قريدي مجدود لتحت بالجاذبية لتحت. فانا همشي جوه كهربا. وهعمل عليه مجنيتك فيلد. بحيث ان الفورس تبقى لفوق. ففعلا يفضل متعلق في الهواء كده. اوكي. فخلاص انا متأكد ان ال اف المجنيتك لازم تكون لفوق. لازم. طب ومعاكن ال اي. ال اي. ماشي ازاي بصة اه. هرجم ال باستف ماشي كده. نزل تحت اه ماشي مين. ماشي مين. هتطبق في المنجليفت. بس الماردي كنت بقول لك شاور ع ال بي. ثم الاي. صوري ااسف. ال بي. سم الاي. سم الاي. ال b ثم الاي. المرة دي معاكش ال بي. خلاص. نشاور على الاي. وال اف. فنجيب ال بي. الاي طبعا انت شايفها ازاي? السلك الراح كده. انا هشاور على الاي. صابحة اللي في النص تشاور هناك. كده اهي. كده. كده. والله صوباعي اللي في النص ده. عايزه يشاور لفوق. من غير ما ده يتحرك. كده. فهلاقي ان صعبعي بتشاور كده. صعبعي اللي في النص. وهلاقي ان الثم يبقى يشاور اللي فوق. يبقى البي فين? جوه الورقة. يبقى لازم البي يبقى جوه الورقة. ده كده الجزئية بتاعت الفورس. على على على. هنتكلم دلوقتي على الجزئية بتاعت. يعني عندي سلكين. آآ في ما بينهم. نبدأ نتكلم على جزء او الفورس على. بصري دي. لو انا عندي دلوقتي سلكين. سلك اسود. سلك احمر. السلك الاسود. ماشي جوه كهرباء اسمها اي وان. وسلك الاحمر ماشي جوه كهرباء اسمها اي تو. سيني الاتنين في السم دياركشن. بينهم مسافة. المسافة دي اسمها دي. وانا اطلب من حضرتك الفورس اللي على السلك السود. الفورس لع السلك وان. الفورس لع السلك وان اكيد ايكوال بي اي الاي بتاعته. والايل بتاعته. طول هو نفسه. طول السلك الاسود. والكهرباء اللي ماشي جوه. طب فين الماجنيتك فيلد اللي هو محطوط فيه. فين الماجنيتك فيلد الاكسترنال الخارجي. اكيد من جاره اللي جنبه. من صاحبه اللي جنبه. اللي هو مين? اللي هو الاحمر. فهكتب بي تو. اركز فيها ديكو يا سعبي. يبقى ما فيش سلك بيأثر على نفسه. بيتأثر باللي حواليه. زي احنا كبا نقادمين كده. يعني طبعا اللي هم نرحم رب اكيد. يعني انت ممكن انفسك بيتأثر بصحابك اكتر. ما بتتحبك تتأثر او اكتر من انت بتأثر بقراءك انت او بشخصتك انت. اولا صحابك بيأثره فيك او زميلك او صحابك بيأثر فيك. اه انت عايز تزاكر مسلا وهو لأ يلا نخرج. يلا نروح حفلة وجز. فانت لأ طب مزاكرة ايه عن فيزكس ايه ونيلت ايه. طبعا نشوف وجز بيقول ايه. فبتخرج معك فهو بيأثر عليك. فخليك فاكر دايما ان ما فيش بيأثر على نفسه. بتأثر باللي حواليه. يعني اه تكون اه يعني ايه اكتنج. انا كعايز تباحها كويسة فتحيط نفسك بالنس الكويسة يعني. نرجع لكلامنا وانسلنا من التامية بشرقين. بص يا سيدي. يبقى كل وير بيتأثر بالسلك اللي جنبه. لان الواير ده بيعمل حواليه مجنيتك فيلد. فانا بحط وير تاني جنب ايه. فالواير ده بيتأثر بالمجنيتك فيلد اللي لو عايز الفرصة لعى السلك الاحمر هتكون ايكوال. ها. اي السلك الاحمر. لنس السلك الاحمر. ولكن البي اللي جاية من برا. ايه البي اللي جاية من برا? اللي جاية من السلك ده سود. بي وان. اوكي? يبقى كل وير بيتأثر بالجنبه. باللي حواليه. ما بتأثرش بنفسه. باللي حواليه. طب ما تكمل معايا كده. الاف وان ها. بي اي ال. طب هو البي كانت بكامل اللي اخدناها. ميو اي وان. انا هتكلم عن البي بتاع. سوري اسف. بي تو اسف. بتكلم عن السلك التاني. ميو اي تو. على تو باي دي. المسافة اللي ما بينهم. طب اي اي. ما انا هنجيب تأسير السلك السود. سوري تأسير السلك الاحمر. عند تأسير السلك السود. يعني اكدن هنا في نقطة بجيب المجنيتك فيلد عندها. فانا المسافة دي كلها اللي هي دي. طب? طيب. في كامل. فا اي وان. طب كامل معايا. بالنسبة الجزء اللي تحت. البي وان كانت بكام? ميو اي وان على تو باي دي. ها في كام? فا اي تو اللي تو. بزمتك لو جيت تقارن ما بينهم كده. الفرق. الميو موجودة. فوق وتحت. الميو. الاتو باي دي موجودة فوق وتحت. اي وان مضربة في اي تو. موجودة فوق وتحت. اللينس هو اللي مختلف. هيبقى عندنا في المنهج نفس اللينس نفس الوايرز. فالالل هي الال من الاخر. نفس الال. خرص. مش مشكلة. نفس الال. فبايت هي نفس الفورس. فسميناها ميوتشول فورس. فورس مشتركة. طب ايكوال كام? ايكوال كام? الاف ايكوال ميو اي وان اي تو ال دفايدد تو باي دي. يعني كده بتاها هي اللي فوقها تحت دي او دي. بلتن واحد. يبقى لما يكون عندك سلكين. عايز الفورس ما بينهم. ميو اي وان اي تو ال على تو باي دي. خلاص? طيب. طيب. اي وان الكارنت اللي في السلك الاول. اي تو كارنت اللي في السلك التاني. اللي تقول السلكين. تو باي رقم كونستنت. ال دي المسافة لما بين ال اي. اوقات حيبقى حعملك حاجة اسمها الاف باريونت لنس. يعني الاف على ال. خلاص? ما هي برضو ميو اي وان اي تو. على تو باي دي. خلاص. الاف باريونت لنسي بي. يعني الفورس على كل متر. فدي ام بتاع تمتش على 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 اللنس خلاص. اه انك شلت ال ال من القانون. طيب ارجع بس معي كده اللي ايه? للقانون بتاعي. اه اه احلاقة الاف. بالا اي وان والا اي تو. دايريكت باللنس. دايريكت بالدي. كل من المسافة بين السلكين تزيد. كل ما كان السلكين. الفرصة بينهم ضعيفة. يبقى لو انت عندك سلك جواء عشرة امبير. والسلك التاني جواء. الرقم الغريب ده من الامبير. رقم فضائي. رقم مهول. واحد جواء. اه عشرة امبير. والتاني جواء ميت مليار. اه اه. خلاص. اللي اتنين بيعملوا فرصة على بعض زي بعض. اللي اتنين حنلاقي ان ده لسه هتكلم على بتاعهم. حنلاقي ان ده بيشد السلك ده ناحيته. ب اف معينة. العشرة امبير بيشد السلك التاني اللي جانبه ب اف. والسلك اللي هو ده بيشد السلك التاني بعشرة امبير ناحيته. بنفس الاف بنفس الاف يعني اولا بعشرة امبير بيشد التاني اللي عنده كتير ده امبير ده كتير بخمسة نيوتن فالسلك القوي قوي ده بيشد السلك اللي اصغر منه برضو بعشرة نيوتن خلاص نفس الاف عشان كاسمها اف ميت شوال فورس اه مستر اثباتك اللي عندي يا سيدين يعني الفورس اللي ما بين السلكين معتمدة على الكارنت اللي في السلكين مش معتمدة على واحد فيهم بس فالاتنين بيشدوا بعض زي بعض بالزبط لو رجعت بقى هنا تاني اما يكون عندي سلكين في بيحصل ما بينهم سلكين في بيحصل ما بينهم زي بعض يا ربهم بعض عكس بعض يبقى ضهم بعض وده احنا قلناه واخدناه في اه اول حس خالص لما كنت بقولك سلكين في السين دياركشن الكود بتاعهم فبيتحركوا من الهاي فيلد للو فيلد الهاي فيلد براهم واللو فيلد جواهم فيتزقوا طيب وهنا نمسح بقى لشان انت ما تلغبطش السلك يبقى التاني فبيتحركوا من الهاي اللي هو ما بينهم لبرهم اللي هو الويك واخدنا تعتمد على ايه الدياركشن بتاعها يعتمد على بس بتاعها بتاع بتاع يعتمد على خلاص طيب عظيم جدا هتكلم بقى على الاسئلة اول سؤال اول سؤال اول سابه يقولي افزا رزيستنس او اكس واي ار ده عنده مقاومة كده ار طيب وايكتر كارنت از اي معدي في حالة ان السويتش اوبن طيب وفي سلك جامبية شعلك الكهرباء في طالها قدامك او يبقى الكهرباء هنا سورة طالها وهنا نزلة يبقى الاتنين عكس بعض يبقى وبقدام بعض زي مسلا لما انت بتقابل اه احد زميلك ما فيش اي صفات مشتركة بينكم. عكسك في كل حاجة. استحالة تبقى صحاب. اللي انتم مش زي وعد في اي حاجة. يبقى لو عكس بعض يبقى لو عن بعض. طيب اه والعكس صحيح لو انت تعرف حد في كومن اه يعني صفات كومن بتقربوا من بعض. طيب. نيجي بقى لشألة شابتر وان. ورنا ورانا. هيتردنا هيتردنا. شابتر وان. نمسح الانصر كده. يلا. اه هقفل السويتش. هقفل السويتش. ايه اللي حيحصل للماجنيتك فورس? سمعك والله. يلي بتقول لي يا مصدر. يا مصدر اصلي في الاول كان مقامة واحدة اللي هي فلما حضرتك قفلت السويتش بقى مقامتين فالاي اللي داخلة دي. هتيجي هنا تتقسم زي ما حضرتك بتقول لنا. فالكارنت هيتقسم حبة هنا وحبة هنا. فالكارنت هيقل. فالفرصة تقل. كلام ضبديه. ده اللي انت بتفكر به. طبعا بتنسى ما هتيتي معك في الندولة متوصلين والار انتاني اللي بزيره. فالباتري مخرجة حاجة اسمها في بي. فالكارنت اللي ماشي في السلك. الاي اكس واي اكوال كام. الفي اللي وصلاله سواء السلك كان مفتوح او مقفول. خليه مفتوح الاول. هو في بي. فولت الباتري كله. سوري. فولت الباتري ايه? كله. طب امتنج اتقفل السويتش. عملت ايه? وصلت من برل. ولسه الباتارية مخرجة في بي. فكل سلك منهم يوصل له في بي. يعني انا لما قفلت السويتش ولا جيت جنب الفي بي ولا جيت جنب الار بتاعة السلك اكس واي. يبقى الكارنت اكس واي ماله زي ما هو. طيب اقنعك بطريقتك. اقنعك بطريقتك اللطيفة الزريفة. بص يا سيدي. انت بتغلط ليه? علشان سيادتك. بتنسى. انك لما قفلت السويتش. الكارنت لما هيجي هنا هيتقسم ايه كلام جميل. كلنا عارفين الكلام ده. بس انت بتنسى انه قبل ما يتقسم هي ايه? هيزيد. لانك وصلت توصيلة. فالار بدل ما كانت ار بقت نص ار. ار و ار بارل. فالاي بدل ما بقى اي بقى اتنين اي. هيزيد الدبل. فبقى اتنين اي ماشي كده. كمل بقى كلامك عادي. لما الكارنت يجي هنا يحصل له ايه? يتقسم. يتقسم بالتسوي عشان هم قد بعض. يبقى هنا اي وهنا اي. طيب ما في الاول كلمة هدي اي. يبقى يتقسم? بيزيد. السؤال اللي بعد. الفورس اللي بينهم هيحصل لها اي? ايه? والله هي بني اكتب القانون. اي وان اي تو. ال على تو باي دي. يلا بنا نكتب لغا بيقولو. عايزي مني اعمل حج. the current in the wire the current is doubled. زي. يبقى حطه قدام ده اتنين وقدام ده اتنين. مالكش ان one wire of them. ال in both wires. اجي قدام كل واحد حط اتنين. عايزي عامل حاج. دي كريز الهوف. حاضر. حطه قدام اتنص اين? اي حطه قدام الديونس. هتمسك لك اتنين في اتنين على نص. اتنين في اتنين على نص. هيطلع راك تمانية. يبقى هي زادت تمن مرات. سؤال جميل بقى بدل ما كانوا سلكين بقوا? تلاتة. مسألة. هتردش معك فيها شوية. هي مش هنقول كلام جديد. نفس الكلام. اللي قلنا قبل كده. ايه دي سلك احمر. الكهرباء مثلا فيه خارجة. اسمه اكس. باتنين امبير. وادي السلك الازرق. كروا فيه طلعة مسلا برضو اي حاجة باربع امبير. واسمه موغي. وادي السلك الاسود. اسمه زد. والكهرباء فيه. طلعة برضو. مسلا بتمانية امبير. انا بدي ايه ارقام اي حاجة. والمسافة ما بين هنا الهين الاربع متر. والمسافة من هنا اتنين متر. بدي ايه ارقام. قمت انا طالب من حضرتك. اه ما تجيب لي كده الفورس اللي ع السلك الاسود. السلك السلك الاحمر الاول. اف اكس. هاتلي اف اكس. هاتلي الفورس ع الوار اكس. مستر كان دايما يقول لي اه اف اكس ايك والبل. بس البي بتاعة اللي برا. البي الاكسترن اللي انا هكتب. الاي بتاعتي. واللينس بتاعي اه ستقول لك. كلهم يعمل بواحد متر. باتنين متر اي حاجة. يبقى ايه اكس. بس البي بتاعت مين بقى? البي بتاعت مين? اه السلك الاحمر دلوقتي. في كم مجنيتك في اللي بيأثر عليه? في اتنين. واي وزد. يبقى هكتب واي زد. يبقى البي بتاعت واي وزد. تأثير السلكين التانين على السلك التالت. اوكي مهم اول. خلاص. نرجع بقى الحتة بسيطة خالص. اللي هي من اول حصة خالص. ها خبيه لي السلك الاحمر. انا مش عايز اشوفه خالص. خبيهولي. خبي السلك الاحمر. ولا كنك شايفه? اهو. ولا كنك شايفه? هم دول سلكين ايه? في السيم. دايركشن. الكود بتاعهم نيجاتف. استنى شي ده اللي تفتكره سلك. تفتكر السامل سلك ولا حاجة. نيجاتف بوستف. مش كده? طب معلش هو مش السلك بتاعنا السلك الاحمر كان قاعد هنا في حاله. كان مرسوم هنا من شوية. ها كان موجود فين? كان موجود هنا. وكان طرعي الفوق. باتنين امبير واسمه اكس. يعني هنعمل المين? الواي وزد. تأثيره مع السلك بتاعنا. لانه هما الاتنين في السيم دايركشن. الواي وزد. في السيم دايركشن. في باستف. والواير بتاعنا هنا. في المنطقة الباستف. فهكتب ايه? هكتب بي واي بلس بي زد. كل ده مضروب في اي اكس. ال اكس. في مشكلة? وابدأ احسب بقى بي واي و بي زد. يلا. بي واي. اه. اي على دي. اربعة على اربعة. بلس. اي على دي. اي زد بتمانية. الديستنس بتاعت وير زد من وير زد لحد الواير اكس. كل ده. ستة. في الاي اكس ال اكس. اتنين في اتنين. انا مستطيع انهم كلهم باتنين. وتحسب بكام? اتفقنا? اتفقنا. شيل لي بقى الكلام ده? احسب لي بقى. واي. اللي هو مين? اللي ازرق. اف واي يلا. اف واي اكيد هتكون بي اكس زد اللي اتنين التانين بقى. اللي هنا واللي هنا. فاي واي اللي. طب يا ترى بي اكس. وبي زد. اعمل لهم. لس ولا ماينس. ارجع معي. شل يا ابني الكلام ده. ها. شل ده وانشل ده. امسح لي السلك ويدة خالص. مش عايز اشوفه. مش عايز اشوفه. خبيه بصبعك. وانت بتحل. خبيه بصبعك وانت بتحل. بقى عندك السلكين اكس وزد. حط الكود. الاتنين في السم دايركشن. بوزوتيف. نيجاتف. بوزوتيف. يعني المنطقة اللي ما بينهم منطقة سابتراكشن. طب مش واير واي. كان واقف هنا من شوية. وكان اربعة امبير واسم واير واي. يعني ده اتوجد في المنطقة السابتراكشن بالنسبة لأكس وزد. فانا هكتب هنا ماينس. كده اتفهمت? طيب بقى نرجع انا حل. نفس الكلام لزد. نفس الكلام لو كانت مختلفة. بتخبي السلك اللي انت عايزه. وتحط الاشارات للسلكين التانين. وتشوف السلك بتاعك في انا منطقة بالنسبة لهم. في البلاس ولا في الماينس. عندي في السم دايركشن خمسة وتمانية وعشرة. يديك المسافات. المطلوب. عايز الفورس. اتجاهها. وقامتها اللي على وير بي. طيب. امسك وير بي دي اخفيه خالص. اهو. شلته. حطيلي الكود للسلكين دول. positive negative positive. يبقى الوير بي موجود في انا منطقة? موجود في منطقة الايه? موجود في منطقة النجاتف. في الكل بتاعنا positive negative positive. وير بي موجود في منطقة النجاتف. فانا هكتب ان الف بي equal. البي اي مينس البي سي في الاي بي في الال بي. اهو. ده اللي نعملته. البي ات بي. التوتال بي عند النقطة عند الوير بي. التوتال فلاكس دي نستي عند النقطة بي. جاي من ان السلك سلك سي وسلك ايه. طب لا سوى المينس. مينس. خلاص اعجب هم مينس. تلات معي مسلا اتنين. وارجع عوض انه ال البي اي بي. في البي توتال اللي هي ال اي سي البي اي سي اللي هو تأسير السلكين اللي احنا جبناها بتوتام تن بور نجدف. والعوض تعويض مباشر. طب فيه طريقة تانية لو انت غاوي بقى ايه? اه. الواير ايه? الواير ايه? بيعمل عند وير بي اين ولا اوت? والله احنا اتفقنا الكهربا طلعة. طلعة يبقى يمينه اين وشمله? اوت. يبقى بيعمل هنا اين? وشمل اوت. نجدع بقى بالاوت. انا اللي دعو بالسلك بتاعي. اللي هو السلك بي. امسك لي واير اه سي. الكهربا طلعة. يبقى يمينه اين وشمله? اوت. يبقى هو بيعمل عند بي اوت يبقى اي بيعمل عند بي اين و سي بيعمل عند بي اوت يبقى الاتنين دول حاملهم بلس و مينس مينس يبقى انت عندك ترقيتين اما تطبق امبير راية هندر والتطبق ايدك ياما تشيل السلك بتاعك ولهيبقى سلكين التانيين في السم ديركشن تحط الكود بوستف نيجدف بوستف يبقى في منطقة الايه النيجدف وتشتغل نيجي بقى الجزئية الدييركشن انا عايز الدييركشن والله هي هم كلهم في السم ديركشن طب وير بي محضوط في النص يتشد الواير سي ولا يتشد الواير ايه اتركتد لمين اتركتد الاقوى اتركتد الاقوى يا مستر هو الاقوى اللي عنده كارنت اكتر لا الاقوى اللي عنده اي على دي اقوى طب ما مستر هنا هم من نفس المسافة خلاص يا عم طالما اللي نفس المسافة طلع للحزبة واللي عنده اي اكتر هو اللي يشد طب وقالنا ليش مقال ان هو هي اتركت ليه مقلت اشن هو هي ريبل اللي احنا انتفقنا مع معرض لو الاتنين في السم ديركشن اتركشن لو الاتنين افصد ديركشن ريبولشن بي و سي يحسن لديهم اتركشن. اي و بي يحسن لديهم اتركشن. طب بي وقف في النص جده اتشدل ده ولا اتشدل ده الاقوى من الاقوى? اللي عنده اي على دي اقوى. مين عنده اي على دي اقوى? والله عشرة على او بوينت او فايف ولا خمسة على او بوينت او فايف? ما ينستمع هي نفس المسافة مش هتفرق. يبني الكلمة اي اكتر. اللي عنده اي اكتر يشد اكتر. خلاص? بس بعد كده لو جيت لك لو جيت لك مسألة. زي هنا نروح بيهد ليه? ايه ده لسه مألفها لك دي? هيتشد الاكس ولا يتشد الزد? تعالوا نشوف. والله بالنسبة الزد تمانية على اتنين. يعني اربعة. طب بالنسبة اتنين على الاربعة. يعني نص. انا بيجيب على الديستنس. والاي على الديستنس. لقيت ان زد ده اقوى. فكده اللي هو السلك ده هيتحرك تزا رايت. اوي فرم اكس تورد زد. وده من اللي عنده اي على دي اقوى. نيجي الاخر سؤال. بيقولي زوابزة تيجر ربريزنت خمسين امبير. ده كده بتاعي بتاع السلك اللي عندي. وفيه مربع عنده معاك الارية بتاعته خمسة وعشرين سنتي وتسعة سنتي. فدي الارية تاعته. والوزن بتاعه او الماز بتاعه اربعة ونص جراند. محطوط تحت السلك زي ما احنا شايفين عايز بتاع الكارنت. اللي عدي في سلك المربع ده طبعا من غير اي اكسترنال سبورت. اه يعني انت عايز يعني انت عايز تطبق برضو موضوع الايه? بص بقس ايدي تركز في المسألة كده اش المسألة دي اه جات برضو في عشرين اتنين وعشرين لسه اللي احنا امتحننها من شوية دي شغل سبعة اللي فات. صحوية عامة اتنين وعشرين. جات نفس الفكرة. اه دلوقتي الحديدة دي اللي مسألة المربعة ده كده كده بيتشدل تحت بفعل الجاذبية اللي هي ام جي. المس في الجرابة دي. ده كده كده. فحضرتك محتاج تزوق الفوق. عظيم. طيب انا عايز الفورس لفوق. طب امشي الكهربة كلوك ولا انتي? تعال انجرب. هو انا لو مشيتها كلوك هي هتمشي كده. تنزل من هنا. تمشي كده. تطلع تاني. فالسلك ده او الناحية دي مع الناحية دي يعني فورس الفوق. يبقى هيتشد الفوق. انما السلك ده اللي هو واير ثلاثة مع السلك ده اللي هو واير وان رايح كده انما واير سلك اربعة كده يعني السلك ده لو انا كده هلونهم عشان تظهر لك الرسمة. اللي انا هلونهم عشان تظهر لك الرسمة. فالسلك الاحمر ده او السلك الازرق ده. واير تو بيتشد ال واير وان. انما السلك الاسود ده اللي هو السلك ده اللي هو واير سري. اللي هو واير سري. بيتشد التحت. بيتزق التحت. ليه؟ عشان فيما بين ور ور و Answer & Pure وفيما بين W1 و 3 Repulsion نتيجة نتيجة ان الكاهربا اخترنا انها تمشي clock دلوقتي لو انت خليتها clock وهيا 1 و 2 عشان و في 대한 Arc وهيا 1 و 3 فرصة طب مين اقوى مين يغلب 1 و 2бо 1 و 3 من فرص هيا بين 1 و 2 ليه؟ لان 1 و 2 قريبين لبعض اكتر فالفرس اللي عبتتهم قوية طب ايه الدليل فكل ما المسافة ده صغر كل ما الفرس تزيد فكده كده السلكين اللي قربين من بعض بينهم قوة عالية قوي فعشان جده انا قلتلك لازم اخليه مش كلوك اصلا هو لو كان ميش انتي كلوك بص كده لو كان ميش انتي كلوك لو كانت تخليه مش العكس كده ساعتها الفرس اللي بين ون وطو فيتزقل تحت بس بالون وثري فيتزقل فوق من اللي هيكسب اللي بين ون وطو فالسلك يبعد لتحت يبقى افتجاه الجاذبية لتحت لا ما ينفعش ما عايزينه يتعلق في الهو عشان يتعلق يبقى لازم الفرس تبقى فين لفوق طبعا انت عايز الفرس الفوق يبقى انا عايز وعشان يبقى فيه اتراكشن بين ون وطو اتكار ويتمشيكلك يبقى انت حددت ان الاجابة هتكون ياما بي ياما دي تعال بقى نحسد انا عايز في النهاية الفرس اللي ما بين انا عايز في النهاية الفرس اللي ما بين اف وان و اف تو هيسميها اف وان تو ماينوس الاف وان سري ما هو قلت لك وان و تو بيشدوا بعض بس وان و سري بيبقى دهم بعض فالتنين دول عكس بعض عايزي النهاية بقى اللي هيطلع في الاخر يعني لازم يكون بيساوي الماس في الجرافتي لازم عشان يحصل بالانس و كده كده احنا عارفين ان اف وان تو اكتر عشان كده عشان حتة قدام الماينوس وان تو اكتر ليه عشان وان وو تقر eye بين البعض اكتر اعوض ده ميو اي وان اي تو الل على two باي دي مينوس ميو اي وان اي تو عل على two باي دي اكوال مس في الجرافتي وابد إلننا بقى ايه ودّ إلننا اعوض يا جلا بينا المي معك السلك الاولاني ماشي في خمسين امبير السلك التاني ماشي في اي ما عرفهوش اي الكوير المعرفهوش طول السلكين خمسة وعشرين سنتي عرفت منين اهو اهو طول ده هو هو الطول ده اللي هو ده اللي هو خمسة وعشرين نفس الطول طيب على المسافة من السلك الاولين والتاني كم؟ واحد سنتي يبقى كل ده مينوس الاي الاوليني خمسين الاي اللي في الكويل وير ثلاثة ما هي هي لأفس الاي ما عرفهاش اي نفس الاي اللي هو نفس الكويل كان عملت لف فيه واللنس كده كده وينت خمسة وعشرين المسافة من السلك الاول والسلك التالت كام؟ عشرة سنتي كل ده يبقى اكتب عشرة سنتي كل ده لازم يساوي كام؟ الماس الراجل مدهي لك اربعة ونص جرام عليش انا هكتبها تحت شوية او ممكن نعمل حركة ظريفة كده انا بس ارتع شوية الماس اربعة ونص جرام انا ما باشتغلش بجرام او باشتغل بكيلو جرام لان كيلو الف اذا ما انت عارف كيلو متر الف متر كيلو جرام الف جرام فما بحط روح من الكيلو في الجرافتي الجرافتي مشكورة انا هم تدالنا بكام؟ الجرافتي بكام؟ بعشرة بالمنظر الغريب ده هتعمل هتطلع معك خلاص يبقى فكرة المسألة ان انا عندي هنا سياجة بقى من الحسابات انا عادك تركز في الايه؟ في الفيزية بتاعت المسألة ان السلك الاولاني ان السلك انا عايزه السلك انا عايزه ففي قوة جاذبية بتشده لتحت الماس في الجرافتي فانا عايز قوة ماجنيتك بتشده لفوق طالما عايز يبقى لازم الكهرباء هنا تمشي كده كده دي يعني انا حددت ان الاجابة يا بي يا دي طب من عندي كم سلك؟ السلك ده والسلك ده اللاحمر واللسود وكمان اللازرق اللي هو الاولاني في اكيد اتراكشن ما بين اللازرق واللاحمر دي فورس وفي بين اللازرق واللسود دي فورس نوعها لان اللسود لان اللاحمر ماشي يمين واللسود ماشي شمال فالتنين عكسة بعض فالف اللي هتخرج من الازرق والاحمر والف احمر واسود مينس بعض لازم يساوي كام المس في الجرافيتي عشان في الاخر الفورس تبقى equal تبقى equal عشان يبقى يبقى دي ايه يا شباب دي ايه لازم الفورس المحصلة ان هي على تكون بتساوي انما هو مش بيه مش بيتأثر عليه فورس واحدة بتأثر ليه كان فورس اتنين فورس والتالتة طبعا بتساوي الجرافيتي اللي هي الجرافيتي اللي هي الجرافيتي اللي هي